موسيقى وزير الصحة المغربي يعلن عن وضع استراتيجية وطنية لتلقيح ضد فيروس كورونا ويؤكد أن عملية تلقيح المرتقبة تشمل المواطنين الذين يفوق أعمارهم 18 عاما بحسب جدول لقاحي من حقنتين دوليا مع إعلان إدارة الخدمات العامة رسميا بدء نقل السلطة البنتاجون يلتزم بتقديم الدعم وترامب يصي فريقه بالتعاون لمصلحة البلاد ويؤكد أنه لن يتنازل أمام الأصوات المزيفة وفي النشرة أيضا تتابعون المنتخب المغربي لللاعبين المحليين يفوز على مولودية وجدة بأربعة أهداف دون مقابل مشاهدين أهلا وسهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة كافنكات تيفي بتنجا أعلنت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي أمسي أنها شارفت على الانتهاء من مسلسل المشاورات الموسعة الذي أطلقته في دجمبر 19 و2000 وأنها دخلت مرحلة إعداد التقرير التركيبي لرفعه إلى النظر الملكي بداية يناير 21 و2000 وذكرت اللجنة أنها كانت قد وضعت مجموعة آليات للوقوف عن كثب على انشغالات المواطنين فيما يخص قضايا التنمية ورصد انتظاراتهم بالإضافة إلى تصورهم للمغربي الذي يطمحون إليه وأشارت اللجنة إلى أنه تم في هذا الصدد تنظيم عدة جلسات استماع همت كل من الأحزاب السياسية والفاعلين الاقتصاديين والنقابات ومختلف مكونات المجتمع المدني بالإضافة إلى الإدارات العمومية والجامعات والهيئات الدولية المختصة مبرزة أن هذه اللقاءات مكنت من تلقي اقتراحات ومساهمات من طرف كافة الأطراف نبقى في المغرب حيث أعلن وزير الصحة خالد أيت الطالب أمس بالعاصمة الرباط عن وضع استراتيجية وطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد تشمل جميع جهات المملكة وتستهدف نسبة كبيرة من الساكنة مع إعطاء الأولوية للمهانيين الصحيين والمزاولين لأنشطة أساسية ورجال التعليم والمسنين والحاملين للأمراض المزمنة وأكد أيت الطالب أن عملية التلقيح ستغطي مواطنين تزيد أعمارهم عن 18 سنة حسب جدول لقاحي من حقنتين التفاصيل في هذا التقرير لثورية الحسان إعطاء الأولوية للمهانيين الصحيين والمزاولين لأنشطة أساسية ورجال التعليم والمسنين والحاملين للأمراض المزمنة في فترة قدرت في 12 أسبوعاً هذه هي الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا بالمملكة كما أعلن عنها وزير الصحة خالد أيت الطالب الوزير أوضح في تفصيله للإجراءة المتخدة أنه وضع لجاناً مركزية تعنى بأعداد مجموعة من الوثائق والخطط واقتناء المستلزمات اللازمة وفق الاستراتيجية الوطنية تتمثل في اللجنة التقنية الموكول لها وضع دلائل تقنية حول اللقاح وتكوين فرق للتلقيح قبل انطلاق العملية واللجنة الدوائية المكلفة بتأكيد عمليات الترخيص لاستعمال اللقاح عبر تراب الوطنية واللجنة اللوجستيكية المكلفة بتقييم الموارد المتوفرة والواجب اقتناؤها مع الإشارة لأهمية الانكباب على سلسلة التبريد حفاظاً على جودة اللقاح منذ وصوله إلى مرحلة الاستعمال الميدانية العملية التي تكتسي أهمية كبرى على المستوى الوطني ومن أجل تيسير التفعيل الميداني لها يضيف الوزير فقد تم تشكيل لجنة تقنية مشاركة على الصعيد الترابي تضم كلاً من وزارتي الداخلية والصحة تجتمع بصفة مكثفة ودورية من أجل الاستعداد لها وتدقيق الجانب الميداني على المستوى الترابي تم إخبار وتعميم محتوى الاستراتيجية الوطنية للتلقيح على جميع المصالح اللامركزية وتعميم الجوانب العملية والتقنية لدى ممثلي المديرية الجهوية للصحة من أجل أعداد خطط إقليمية وجهوية للعملية ومواكبة المديريات الجهوية من خلال عقد الشماعات أطرتها فرق مركزية تحت رئاسة الولاة والعمال بهدف مناقشة معمقة ودقيقة لمحتوى الخطط الإقليمية المعدة من أجل المصادقة عليها نهائياً على جميع الأصعدة والمستويات في تحيينها للوضعية الوبائية بالمملكة أعلنت وزارة الصحة مساء أمس تسجيل 2587 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كما أعلنت عن تعافي 4700 وحالة شفاء جديدة و80 حالة وفات وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة وأوضحت وزارة الصحة في نشرة كورونا اليومية أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 327.528 حالة بينما ارتفع مجموعة حالة الشفاء التام إلى 275.158 حالة فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5396 حالة وفات في خبر آخر انطلق أمس بمدينة طنجة الاجتماع التشاوري بين أعضاء مجلس النواب الليبي بمشاركة أزيد من 100 عضو من كلا البرلمانين في طبرق وطرابولوس ويهدف هذا الاجتماع التشاوري إلى تقريب وجهات النظر بين النواب قبل بدء الاجتماعات الرسمية التي تجرى اليوم وتستمر إلى يوم غاضي الأربعاء نتابع هذه التصريحات لأعضاء من مجلس النواب الليبي استقاه لنا بلال كمال وياسيم بلعيش نحن سعداء اليوم بوجود أكثر من 100 نايب بمدينة طنجة من أجل التآم مجلس النواب والذي لم يلتع منذ عدة سنوات ونعتبر أن التآم مجلس النواب مهم جدا وخاصة في هذه الفترة التي ترعى فيها بعد المتحدة الحوار السياسي وأيضا حوار اقتصادي وحوار عسكري والتآم مجلس النواب سيكون له دور كبير في اعتماد مخرجات هذه الحوارات وأيضا سيكون له دور كبير إن شاء الله بالحفاظ على النجاز الكبير وهو اتفاق السياسي الذي وقع بسخرات عام 2015 وأيضا سيكون له دور كبير في اعتماد الحكومة ومتابعة الحكومة ومراقبة الحكومة وأيضا في إعداد قانون الاستفتاء على الدستور والاستعداد للانتخابات الجديدة لمجلس النواب والرئاسة في ليبيا العمل على توحيد مجلس النواب وأيضا الترتيب لعقد جلسة رسمية في داخل ليبيا بنساب قانوني يستطيع مجلس النواب فيه أن يختار قيادة جديدة وأن يقوم بدوره المطلوب منه في هذه المرحلة الحرجة التي يعمل فيها من أجل التي تتخطاه باعتة الأمم المتحدة في شأن الدولي مشاهدين قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون إنها تلقت إشعارا من إدارة الخدمات العامة بشأن شروع الإدارة في إجراءات نقل السلطة وقالت إنه تم الاتصال بالوزارة من قبل فريق بايدن الانتقالي وسيبدأ البنتاجون على الفور في تنفيذ خطته لتقديم الدعم وفقا للوائح المنظمة لذلك وكانت إدارة الخدمات العامة الأمريكية قالت إنها أبلغت الرئيس المنتخب جو بايدن في رسالة أن بإمكانه بدء العملية الانتقالية للسلطة رسميا وفي وقت لاحق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامف في تغريدة إنه ورغم إيمانه بالنصر إلا أنه ولمصلحة الولايات المتحدة أوصى مديرة الخدمات العامة وفريقها بالقيام بما يلزم والبدء في إجراءات نقل السلطة إلى الرئيس المنتخب وأكد أنه لن يقر بالنتيجة أبدا أمام بطاقات الاقتراع المزيفة دوليا دائما كشف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عن عدد من أبرز أسماء الشخصيات التي اختارها للعمل في إدارته أسماء مفاجئة وأخرى كان يتردد ذكرها منها أنتوني بلينك كان وزيرا للخارجية وجيك سوليفان مستشرا للأمن القومي وليندا توماس جرينفلد مندوبة دائمة للولايات الأمريكية لدى الأمم المتحدة تفاصيل هذه التعيينات في هذا التقرير لنجوة البقال بخطة متسارعة عمل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على تعيين فريقه فريق مختلط يضمن العديد من النساء على رأسهم وفريل هانز كمدير للمخابرات الوطنية الخارجية كانت من نصب أنتوني بلينكين في الثامنة والخمسين من عمره عمل إلى جانب بايدن على مدى العشرين عاما الماضية شغل فيها منصب المساعد الأول في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ وبعدها مستشار بايدن للأمن القومي حيث سهم في تطوير الموقف الأمريكي من موجة الاضطرابات التي ضربت منطقة الشرق الأوسط أما جون كيري فيشغل منصب المبعوث الرئاسي الخاص للمناخ كيري في السادسة والسبعين من عمره شغل منصب وزير خارجية الرئيس السابق باراك أوباما كما قدم شاركة الولايات المتحدة في اتفاقية باريس للمناخ أما أليخاندرو مايوركي في ستين من عمره من موليد هافانا فسيتولى وزارة الأمن الداخلي وسيشرف على ملف الهجرة أما جاك سوليفان فعينا مستشارا للأمن القومي سبق وأن عمل إلى جانب الرئيس السابق باراك أوباما في حين عينت ليندا توماس منذبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة بعد أن شغلت منصب وزيرة مساعدة للشؤون الإفريقية نختم مشاهدنا بالخبر الرياضي فز المنتخب الوطني للعبين المحليين بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة الإعدادية التي جمعته مساء أمس بفريق مولودية وجدة وتنوب على تسجيل أهداف المنتخب الوطني في هذه المباراة التي أقيمت بالمركب الرياضي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بمدينة الرباط كل من رضا الهجهوج في الدقيقة الخامسة والثلاثين وإبراهيم البحراوي في الدقيقة الأربع والأربعين وعبد الإله الحافظي في الدقيقة الخامسة والخمسين وزكريا حدراف في الدقيقة الثمانين وتدخل هذه المباراة في إطار استعدادات المنتخب الوطني لبطولة إفريقيا للعبين المحليين التي ستجرب الكاميرون بداية السنة المقبلة إلى هنا مشاهدين نصل إلى ختم نشراتنا تفاصيل أوفع عن أخبار العالم تجدونها على موقعنا الإلكترونيكا 24.TV تحية لكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر